موسيقى السؤال الآخر هل سيجري تغيير حكومي في الجزائر ربما سيجري المعلومات المتوفرة لدي تقول بأنه هناك احتمالات فمنذ تم تعيين وتكليف عبد العزيز جراد برئاسة الحكومة حدثت تغيير الذي حدثت عدة أمور كما تدركون وربما سيحدث تغيير وزراء أو حتى ربما سيحدث تغيير أصلا حتى في رئاسة الحكومة وما خاصة بعد استقبال رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تابون إلى وفد من مبادرة الإصلاح وزر الحديث على كل الاقتراحات أعتقد أن هناك اقتراحات قدمت فيما يخص إصلاح منظومة الحكم وفيما يخص الكثير من الأمور وأعتقد أنه إذا الوضع أيضا تطورات الوضع في ظل كورونا في ظل الدخول الاجتماعي القادم الذي سيشكل تحديا للحكومة في ظل كثير من التحديات أعتقد أن الحكومة في نظري وفي تقطيري سيحدث فيها تغيير لا ليست لدي معلومات عن الموعد وإنما المعطيات كلها تتحدث على أن الواقع سيفرض نفسه على التغيير خاصة في ظل وجود بعض الوزراء أثبتوا بالحقيقة أن أثبتوا فشلهم وعدم حضوره لأن هذه المرحلة تحتاج إلى وزراء أكثر حركة وأكثر روح المسئولية تتمتعون بروح المسئولية فالتحديات في كل القطاعات الكبيرة والوضع بأبنى شك معقد خاصة في ظل هذه الجائحة التي ضربت الاقتصاد العالمي وهدت الكثير من الدول التي تتمتع باقتصاد فعال فضلا عن اقتصاد بلد مثل اقتصاد الجزائر الذي ينبني على ريع النفط ونحن ندرك تماما كيف وصل حال أسعار النفط أنا في تقديري ستحدث هناك تغييرات وأنا أشجع مثل هذه التغييرات هناك بعض الوزراء الأفضل للحكومة أو الأفضل للرئيس سيد الرئيس الجمهورية أن يقدم على تغييرهم وأنا أرى بأنه يجب أن يكون هناك تغيير يرفع عدد من الوزراء لا شك أن حضورهم لم يكن في المستوى المطلوب فالمرحلة صعبة والتحديات معقدة وتحتاج إلى وزراء أكثر حراكا وأكثر فعالية وأكثر حزما وحسما في كثيرين لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله